بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي وتستمر المسيرة وتستمر سيرة حضرة النبي بتنور قلوبنا وتنور عؤلنا ونستمر مع حضرة النبي ومشيين في إيد حضرة النبي وهو بفرجنا على الحياة بس من عالم الأنوار من عالم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عالم السيرة والأسرار واليسر والسرور القصة النهاردة اللي احنا واخدنا من السيرة بتقول إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس بيحادث أحد أصحابه في شأن من شون الدين والدنيا ومر بيهم رجل وكأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان محضر أن يعلم الصحابي درس مهم جدا فمر بيهم رجل شريف النسب عظيم المقام معروف يعني رجل شخصية معروفة عظيم النسب عظيم المقام تبدو عليه أثار النعمة وبوادر القوة عفي وكمان متأنق فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى سهل رضي الله عنه الصحابة اللي كان قاعد جنب حضرة النبي عشان إيه؟ عشان يستشفه وإيه الميزان اللي عنده اللي بيفاضل بيه بين الناس وهل الميزان ده ميزان صحيح فيقر عليه حضرة النبي ولا ميزان خاطئ فيقومه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي دايما كان بيرق الصحابة الجلسة معاه بأبي وأمي توصل إلى عنان السماء إلى النور إلى البركة فحضرة النبي قال له ما رأيك في هذا فنظر الصحابي إلى ذلك الرجل فوجده من أشرف الناس وعيانهم فقال على بداها بالانطباع الأول بالانطباع الشخصي الأولي كده رح ما أصدر عليه حكم فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شوية صفات عنه ذكر أنه مكانته عالية وهو سيكون محط لأنظار الناس وده سيخليه جدير أنه لو تشفع عند الناس يقبله شفاعته والناس يكون حريصة على مصاهرته حضرت النبي سكت وسكوت حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ده سكوت إليه سكوت المربي فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالنصيح فانتظر الوقت اللي هو هينصحه فيه فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم انتظر فإذا لغاية ما يجي مثال آخر عشان يباني الكفتين ميزان لغاية ما جيه صحابي تاني فلا صلى الله عليه وسلم الفرصة مواتية فمر رجل آخر من فقراء المسلمين رث السياب معدوم الجانب معدوم الحياة ما عندوش حيلة معدوم الحيلة لما تشوفوا كده تلمح في قسماته في قسمات وجهه الإجهاد والمشقة واحد زي ما يقولوا كده شقيان وفي التصرفاته بسيط ومتواضع فحضرت النبي يعيد عليه السؤال يعيد على الصحاب السؤال ما رأيك في هذا فيجيب بأنه كانوا يجاوب بناء عكس اللي كان للصحاب الأول إن فلان ده لما كانت له عند الخلق وأنه لن يجد لقوله أزانا صاغية تسمعه ولا لشفاعتي نفوسا تقبلها ولا هو مطمع في مصاهرتي وين يقف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيابي وأمي موقف المعلم بقى فيبتدي يعلم الصحابة يقوله إيه يقوله عشان يرجعوا إلى النصاب الأحكام الصحيح فقال له هذا اللي هو ذلك الشخص الرث ده اللي هو ما زال بيمر ما بين إيدين حضرت النبي هذا خير من ملء الأرض مثل هذا يبقى الشخص اللي انت شفته الناس مش هتكون حيصة على مصاهرة ومش هيشفع والناس مش هتسمع لكلامه أو ده خير من ملء الأرض من هذا طب إيه الحكاية حضرت النبي كان عايز يعلم الصحابة إيه اللي هيبدو في أول واهلة كده من خلال هذه الصيرة إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عايزنا نعمل إيه عايزنا لما نحكم على الناس ما نحكمش بالمظهر صح؟ كلام ده ده أحد المعاني اللي عن نستفدها وأحد الأسراب اللي استفدها من قصة السيرة دي بس فيه معنى أهم من ده إيه هو المعنى الأهم؟ أنا شايف أن حضرت النبي ما كانش عايز الصحابة أصلاً يحكم على الناس هو حضرت النبي لما يعلمه إن حكمه بالظاهر ممكن يوديه إلى الخطأ إيه بحضرت النبي عايزه يعمل إيه؟ ما يحكمش على حد حضرت النبي عايز يقول للصحابة إحنا لما بنحكم على الناس ممكن نقع في الخطأ وممكن الخطأ يتحول إلى خطيئة فلازم نتوقف عن الأحكام على الناس في ناس ثلاثة إربع حياتهم كله أحكام على الناس قلت لكم قبل كده أن احنا عملنا بحث أنا وعدد من تلمزتي على عدد من الناس فوجدنا أن الناس بيضيعوا حياتهم في الأحكام على الناس فوجدنا أن الشخص بيعيش المال يزيد عن 6% من يومه لنفسه و94% ضايع وأهم كتلة ضاعت في ال94% دي ضاعت فيها كانت الأحكام على الناس هو يشوف الواحد يفضل وراه ويتتبع أخباره ويبص على صفحته على الفيسبوك وكمان يشوف كمان صوره المنزلين على الإنستجرام قاعد شاغل نفسه بأن يحكم عليه ياخد ده منه وقته قد إيه ساعة اتنين تلاتة خمسة ستة ياخد اليوم كله عشان يحكم على واحد هو ده كويس ولا وحش ومع أنه أصلا مش في حاجة أن هو يحكم عليه سيرة حضرت النبي بتعلمنا أن من حسن إسلام المرء تركه مالا يعني مش شغلتنا أن إحنا نحكم على حد خالص وخلوا بالكم أن أحكمنا على الناس ثلاثة اربعة بتبقى أهواء وانطبعاتنا دي جاية من عالم النفس الأمارة بالسوق انطبعاتنا اللي احنا بنحكم بيه على الناس لو إن إنسان عاش قلبه سليم وعقله سليم من إنه يحكم على ده ويدخل ده في عالم التلوث ويدخل ده في عالم الفساد ويدخل ده في عالم الضياع هو قاعد كل اللي بيعمله بيحكم على الناس عمره يضيع منه وإيه اللي حاصل ويتملي حياته بالذنوب وتتملي حياته بالغيبة ويتملي حياته بالنميمة ويتملي حياته بالبهتان وهو قاعد ومتصور أنه هو من بيعملش حاجة يا سادة توقفوا عن الأحكام فإن الأحكام لمن يملك العلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا سادة كتر الأحكام اللي احنا بنحكمها على الناس بتضيع علينا فرص كتيرة جدا جدا من المحبة شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي خلاني قلت إن حضرة النبي كان أعصد إنه هو يعلم الصحابي إنه هو ما يحكمش على حد عشان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدثوني عن أصحابي إنه يريدوا أن ألقاهم سليم الصدر فعشان كده إحنا بنقول إحنا لازم نتوقف عن الأحكام ليه طيب توقفنا عن الأحكام يحافظ على أقلوبنا من غير لا حقد ولا غل ولا ضيق ولا عدم رضا نتعامل مع الناس بصدر منفتح أقول لكم حاجة أكتر حاجة تشرح صدرك وتخلق وتريح بالك التوقف عن الحكم على الآخرين مش شغلتك تحس كده أن في مساحات في صدرك وسعة فضلة عشان تبتكر وفضلة عشان تحاول أن أنت تبقى موصول مع الله مسافة وسعة كبيرة في قلبك وعشان كده تعالوا نشوفها نعمل إيه عشان نتوقف من هذا الوباء وهذا السرطان اللي لو دخل قلبي إنسان يفسده تعالوا نشوف نعمل إيه أول حاجة عشان نتوقف على الأحكام على الناس أول ما يجي حد وتحس أن أنت عندك شهوة أن أنت تحكم عليه إيه اللي حاصل على طول انتقل من أنك أنت تحاول تتعرف عليه في فرق منك في فرق كبير جدا من أنك تحكم عليه وتتعرف عليه يبقى عندك شغف أن أنت تتعرف عليه فتعرفه من كلامه من أفعاله ما تعرفوش من ماذا من انطباعك عنه فتوقف عن الانطباع واستمر في التعرف وتذكر أن أنت عندك أمر إله أن الله سبحانه وتعالى جعلنا شعوبا وقبائل لتعرفه فإحنا عندنا غاية ولكن بيين فيها أن احنا المفروض علينا أن احنا نتعرف على بعض فتعرف على الناس بس أنت وبتقابل الناس قابل الناس بصدر سليم ما تقابلهمش بأحكام عليهم دي بأول حاجة تعرف ولا تحكم يعني اسمع تاني حاجة أرجوك ما تتتبعش حد مش محتاج ده إلا لو كنت أنت محتاج ده في تكليف أو أمر أو شغل تعالوا نبطل خصلة إن احنا نتتبع الناس شفت فلان النهاردة أفضل أبحث هو مين السطو إيه معرأة لما أحتاجي أن أنا أتعامل معه بالدينار والدرهم أو أحتاج معه في وظيفة أنا محتاجي أن أنا أقيم كشخص عشان نتشترك مع بعض ساعتها أبقى أبحث البحث ده لكن مش معقول أعمل كده مع كل الناس هذه شهوة مش بس شهوة هذه من أوامر النفس الأمارة بالسوق عشان تخليك تقطع ما بينك وبين الناس وبعد كده مع كتل الأحكام على الناس إيه اللي حاصل يطلع بقى العبارة اللي تصاغط في ماذا في الكتاب المقدس للنفس الأمارة بالسوق الناس ما بقوش زي زمان أو الناس ما بقاش فيهم خير أو الناس حالتهم فسدت كل دي آيات من وسواس النفس فاحنا لازم نراعي ده ولازم نتقل الله في أنفس يبقى تاني حاجة بقى أول حاجة التعارف تاني حاجة لو سمحت تجنب بقدر الإمكان التتبع ما تتتبعش حد وأعرف أن تتبعك ده احتمال كبير يدخلك في حديث رسول الله سلم من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في جوف بيتي آخر حاجة لما تشوف حد ويبقى عندك شاهوة أن أنت تدعي كده يبقى عندك شاهوة أن أنت تعرف وتحكم عليه قول كده لما يكون عندك شاهوة أن أنت تحكم عليه ادعيله بظاهر الغيب اللهم إني أسألك أن تجعل هذا خيرا مما أظن واجعله يا ربي في عيني سليما وفي عيني كريما حتى تدخني في كرامة المحبين ادعيله كده عشان تبتعد عن مسألة الحكم على الناس يا سادة إذا أردت أن تكون طيبا فدعي الأحكام على الناس فإنها لا تأتي إلا بكل سواد ونحن نرجو أن تكون قلوبنا أصفى من اللبن فصف قلبك من الأحكام على الناس لأن هذا لا يكون إلا من الأسواس يا سادة نسأل الله سبحانه أنه يجنبنا المكاري ما ظهر منها ومبطن وبعد الفاصل نجاوب على أسئلتكم المبركة اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك رجعنا لحضراتكم وعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم واللي بنتلقى عليها كمان تعليقاتكم وتفاعلاتكم معانا طول الشهر الكريم وتعالوا نبتدي بأول سؤال وصلنا على صفحتنا على الفيسبوك السؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مطلقة وعندي أطفال منذ عندي طفل منذ ولدته وأنا بشتغل وبصرف عليه وعيش مع أبي وأمي يعني هي بتقول أن هي مطلقة وهي اللي بتصرف على الولد ده منذ ولدته وأبي هو اللي بيخرج الزكاء لنا منذ وفاة أمي وأنا تركت الشغل علشان أرعى أبي وابني حابة أعرف هل واجب علي الزكاء من مالي أنا ولا لا هي عايزة تقول يعني اللي هو بيعمله ولدها بأنه هو يطلع الزكاة عنها وأظن هي بتقصد زكاة الفطر أنه هو بيطلع الزكاة عنها وعن ابنها ده جائز أو ده جائز وليس فيه شيء وإن شاء الله يكون مقبول ولا يكون ده فيه أي شيء ولكن أنا أظن أننا محتاجين نوجه كلمة لأبو ذلك الولد اللي هو طريق الزوجة طريقة هذه المرأة نتق الله سبحانه وتعالى في ينفق على ولده ينفق على ولده لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل النفق عليه واجبه فيتق الله سبحانه وتعالى وما يعرضش ابنه للضياع وإن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول فيتق الله سبحانه وتعالى في ولده السؤال الثاني من حساب وجدان محمد بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير من فضلك وحضرتك بكل خير وبكل صحة من فضلك إمرأة عندها ستين سنة ومصابة بحادثة قديما وعندها خشونة كبيرة ومحتاجة لأي مسكنات من شدة لأن مرأة تستطيع الصيام تفطر تفطر وإذا كان ده مستمر معها طوال حياتها يعني نرجع للدكاتر هو الحالة اللي عندها دي أتفضل معها طوال حياتا يعني الحادثة دي تسببت وتسببت في هذه الخشونة وهذه الخشونة ستظل معها طوال حياتها وهي هتحتاج لمسكنات طوال حياتها ولأنها ممكن تعمل عملية وده يذهب عنها فإذا كان hesitation لا لا ده ممكن تعمل عملية وده يذهب عنها ويذهب عنها بعد ما تتعالج بعد شوية يبقى لا مش هتطلع فيدي هتنتظر لما تخف وتبقى تصوم لا ده قال لها ما تصومش خالص ولاجب ان هي تاخد طول الوقت المسكنات دي وما ينفعش تعيش من غير المسكنات دي او ما ينفعش تعيش بغير الدواء ده والدواء ده تبينعها من ان هي تصوم تفطر وان شاء الله يحصل لها الثواب لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بشر بين الشخص المسافر اللي افطر ولا الشخص المريض اللي افطر بيحصل له الثواب كأنه صحيح مقيم كأنه صحيح مقيم عشان بس الناس ما تسقلش على نفسها متعرض نفسها للتهلكة بأمرة ان احنا ازعلين ان ربنا احنا خايفين نتحرم من الثواب ده لا مش هتتحرم من الثواب ده السؤال بعد كده بيقول لو انا رجوة الله سبحانه وتعالى ان يرفع البلاء عني لاني مش قادرة عليه يعني او واحد عندها مصاب فطلبت ربنا انه يرفع عنها البلاء وفي انا الله استجاب دعوتي هل ده شيء مش كويس وان كان لازم استحمل وان كان لازم استحمل البلاء ومدعيش كده والله يا شيخ كانت لحظة يأس وكنت بموت من كتر الدموع والحزن ودلوقتي بقول الحمد لله ان ربنا شال عني البلاء والحزن افدني بالله عليك افدني يا فضيلة الشيخ اياسي لا الشعور اللي انت شعرات ده شعور مش صحيح والشعور ده وكأنه شعور بيكشف عن حالة من حالات الوسواس او جلد الزات القديمة ان انت حاسة ان انت ما تستحقش ان ربنا سبحانه وتعالى استجبلك ازاي يعني تدعى ربنا وانت عندك بلاء ده هو ربنا هو اللي امرنا وقال يا ربكم ادعوني استجب لكم ده في ايه اخرى امن يجيب المضطرة اذا دعاه ده حالتك بالزبط المضطرة يدعى ربنا وانت لما كنت في البلاء ده كنت مضطرة او لو مش مضطرة مضطرة يبقى انت نفستي امر مولانا يبقى انت اثبتي على انك انت دعوت الله في الشدة يبقى انت خدت ثواب على انك انت دعوت الله في الايه في الشدة ولزلك ايه اللي حاصل اللي انت عملتين ده جائش شرعا وانت مش قاثمة واللي انت عملتي ده ان شاء الله ده عبادة وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الثواب العظيم ويكفي بس انت اي لا هنا امارة على توفيق الله ايه الامارة ان انت اعدى طول الوقت تحمد ربنا دي امارة على التوفيق امارة ان ربنا وفقك فجعل لسانك ينشغل بايه بالحمد ينشغل بحمد الله سبحانه وتعالى فاذا انت على الطريق الصحيح وكملي وبلاش هذا الجلد للذات لانه ما بيجلبش عليك غير كل عناء وكل تعب شاء الله بعد كده من حساب محمد عيات بوله هو رسم الاشخاص حرام ولا لا الرسم مش هو التصوير اللي ورد اللعنة فيه في الحديث التصوير اللي ورد فيه اللعنة في الحديث ده التمثيل الكاملة للشخص بالاحكام الطبيعية اللي مقصود بيها العبادة اي شرطة من الشروط دي يختل يبقى مش هو ده طب والرسم الرسم اللي هو الرسم بالايد ده اللي انا ارسم الاشخاص ده جائز جائز ليه؟ لان العلة كانت في التحريم انه ينفخ فيه هو فيه حد هو ممكن ننفخ في القرأة فالطير اه لكن ينفخ فيه فيبقى يطلب منه النفخ في الروح فيحيا يعني ولا يحيا لأصلاً لأن الرسم ده زيه زي الرسم زيه زي التصوير الفوتوغرافي ده شيء مسطح ما فيهوش اي ابعاد للانسان يبقى اذا هذا الرسم جائز وليس حراماً ولا يدخل فيه هذه الحرمة التي تتعلق بالتمثيل الكاملة التي بالحجم الطبيعي والتي تعبد هو ده الممنوع لكن غير كده ليس ممنوعاً سؤالي بعد كده من حساب هنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جوزي في خلاف بيني وبين أختي وحلف علي بالطلاق مش تجيب حاجة لابنه لو جابت ما الحكم في ذلك انا حاسس كده ان الضمائر كده مش صافية هو طبعاً بكلم عن الضمائر اللغوية يعني بس الضمائر مش صافي ليه ابنه ابنه ده ابن حضرتك ابنكم انتم الاتنين ففيه حاجة كده فيه اضطراب اولاً لازم عشان اقدر احكم على الحفان بالطلاق ده لازم اسمع الصيغة ولازم ادقق فيها ولازم اتحقق من ان ايه كان مراده بهذه الصيغة وايه كان الحال اللي حاطت بهذه الصيغة فانا مش هقدر احكم على هذه المسألة غير لما اسمع من الزوج لكن فيه حاجة مهمة جداً 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 ان خلافه مع اختك ده اظنه لازم يسمع زوجك حكمة مهمة قوي احنا بنقول اقرب طريق لقلب مراتك اهلها اقرب طريق لقلب مراتك اهلها زي ما اعرب طريق لقلب جوزك مش معدته والله دي اقرب طريق للمقابر لكن اقرب طريق لقلب جوزك اهله فاحسانك لاختها هو اللي هيخليك تعيش في سعادة وفي هنة وفي اصلاح فاصلح ما بينك وبين اختها حاولي تشوفي حد حكيم يصلح ما بينه وبين اختك وتقولي له وتبيني له ان هو حسن معاملته لاختك ده هيخليكي في راحة الامر التاني اللي انا بقول لحضرك عليه مش هقدر اقولك الطرق ده حكمه غير لما اسمع منه واستطيع ان انا اتعرف على ملابسات لفظ الطلاق فاصل ونرجع تاني عشان نستكمل اسئلتكم المباركة رجعنا لحضرتكم ومعانا اسئلتكم وبنستكملها ومعانا سؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضرتك بألف خير وصحة وسلام وحضرتك بألف خير وصحة وسلام حضرتك احنا اربع عصبيان وخمسة بنات والأب متوفي وامي عايشة واخويا الكبير مش عايز يديني انا واخواتي البنات من الورث وبيقول لامي اي بنت هتيجي تطلب حاجة انا ممكن اقتلها حضرتك ده نتعامل معا ازاي على طول مسألة بسيطة خالص احنا دلوقتي التوجه كله الى ان عازي الطريقة تتحول الى جريمة وهو اكل اموال البنات في الميراس هذا هذا ظلم وظلم يبين ويجعل صاحبه مرتكب لكبيرة اكل اموال الناس بالباطل وظلمهم وكمان التعدي على المرأة اللي هو مفروض يصون عرضها ويصون كرمتها ويحافظ عليها ده سلوك مفوش نخوة منع الستات من الميراس ده سلوك لا نخوة فيه مفوش رجولة يا راجل مفوش رجولة لان انت بتاخد اموال حد مفروض انت تحميه فبتخزله وكمان بتعرضه للفتنة وبتعرضه للضياع ده ليس هذا من شيء من رجال وعلى وعلى ذلك انه اكل لاموال الناس بالباطل وعلى وعلى ذلك ايضا ظلم فاذا لابد ان الشخص اللي بيعمل كده يتقل الله سبحانه وتعالى فانا قمت بدور ان انا نبهته وفهمته وحاولت ان انا انقذه من الظلمات اللي هو عايش فيها لكن يوصل للحال انه وكمان يقول ان الله هيتلب مراسه هيتله وانعاذ بالله ده اجرام والان وصل الى حد الإجرام يبقى ما فيش حاجة تقدر تفصل في الكلام ده غير القضاء فالحالة دي احنا محتاجين القضاء ومحتاجين ان الله ينزع بالسلطان ان يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن يبقى احنا محتاجين على طول سلطة سلطة تمنعه من هذا الظلم وتمنعه من هذا الإجرام ومن هذا التهديد حتى لو كان اخويا حتى لو كان اخويا عشان دحق طيب ما انا ممكن اتجاوز ما انت مش عادرة تتجاوزي هو الواحد لو اني تنازل خلاص هو بتنازل وبيبقى دوة بين وبين الله اما وان حضرتك متأذية ومتألمة وده حقك ومش عايزة تسبيه وده حقك ان انت متسبيهوش يبقى خلاص عليك ان انت تنجأ للجهات المختصة وعلى رأسها القضاء عشان تأحصلي على مالك ده طيب ما بقاش كده حرام عليك لا بالعكس ده ممكن يدخلك في انك انت طبقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي ده مش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما او مظلوما قالوا علمنا كيف ننصره مظلوما يا رسول الله فكيف ننصره ظالما قال انت رده عن ظلمه فاللي انت بتعمليه ده بتردي اخوك عن ظلمه طب ده هيعمل مشاكل ومعرفش ايه كل المشاكل ده اسمها عليه هو انت معلكيش اسم في ده لانك انت طالبتي بحق وبالعكس حضرت النبي قال الا ان لصاحب الحق مقالة فانت ليك حق ان انت تتكلمي عند القاضي وتشتكي لكن هو ماليوش حق ان هو لا يهددك ولا يقول الكلام فيه سلبي يمنعك من ان كنت تحصل على حقك واضح المسألة يبقى على طولة انلجأ للقضاء عشان نحصل على حقنا في الميراث السؤال بعد كده من حساب ام محمد بتقول السلام عليكم انا ام محمد حضرتك انا بصلي بس مش حافظة ايات كتير يعني مثلا اكرر لسولة الاخلاص اكتر من مرة انا كده صلاتي صحيحة ان شاء الله صلاتك صحيحة ليه طيب لان تلاوة القرآن احنا عندنا في بذل السادة الشافعية ان قراءة الصورة دي سنة اهم حاجة تكون بتقرأ الفاتحة وتقرأ الصورة بتقرأ الصورة بقى ايه طب لو ما قرأتش الصورة اصلا قد تكون صلاتك صحيحة عند السادة الشافعية طب خلاص لا انا بقرأ الصورة بعمل السنة كمان حل بس انا عندي بقرأ بس بصورة ميزة قلوا والله احد الاخلاص وما اقرأش غيرها صلاتك صحيحة حتى لو كررت حتى لو كررت ليه طيب حتى الكلام ده حصل في عصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جل الصحابة كان في واحد بيصلي بيهم فكان دائما يقرأ صورة الاخلاص فراحوا يشتكون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الراجل ده ما عندوش غير صورة الاخلاص بيقرأ علينا طول الوقت طول الوقت فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم اسأله قالوا يا فلان لماذا تقرأ صورة الاخلاص فقال لي حضرة النبي لأنها صفة الرحمن فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال عليه أخبروه أن الله يحبه لأنه يحب صفة ربنا فازايك اللي انت بتعمليه ده لو انت بتعمليه وقلبك حاضر مع ده فان شاء الله صلاتك صحيحة وليس فيها أي قصور السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم يا شيخنا أنا ابني كان تعبان فسهران بي يا شيخنا أنا ابني كان تعبان فسهران بي ومن دكتور لدكتور مش مقدر تعبي معاه في حاجة هنا في النص وكأنها كانت بتتكلم عن زوجها مش مقدر تعبي معاه وأنا بشتغل إحنا في بيت عيلة في بيت أخوه في بيت أخوه تعبان حاليا مخلي كل حاجة علي فالبيت فطار صحور عندي مع إننا في بيت واحد حتى أخوه بييجي عندنا فهل أنا لو أخدت ابني وروحت بيت أهلي لحد ما ابني يخف علي زنب بدل الضغط النفسي والبعد عن المشاكل أول حاجة إن أنا شاهد إن مش صح إن إنت تروحي بيت أهلك ومש صح إن إنت تحملي نفسك مالا تطيقي يبقى حاجتين يبقى مش صح إن إنت ماذا إن إنت تحملي نفسك مالا تطيقي ومس صح برضه إن إيه إن إنت تحملي كمان إن إنت تروحي بيت أهلك ليه مش عشان البعد جافة لا لإن أصلاً هذا بيت الزوجية طب أنت لو مش قادرة قولي أن أنا مش قادرة ووضحي ده وحاولي بقدر الإمكان تتجنب المشاكل لما عتروح بيت أهلك هيحصل إيه؟ لما عتروح بيت أهلك المشاكل ستتفاقم وتزيد فلا ما تسيبيش بيت الزوجية بيت الزوجية ترك بيت الزوجية بلا سبب يكونوا معصية بس أنت عندك سبب أه بس أنا نصحت لكي أن أنت كده المشاكل ستتفاقم وهو هيعتبر أن أنت دايما رجالة بيبع عندهم قراءة خطأ لترك المرأة لبيت الزوجية بيحصل إيه بقى؟ هما بيعتبروا أن ترك المرأة لبيت الزوجية ده نوع من أنواع التعبير التعبير عن إيه؟ التعبير عن رفض الحياة الزوجية والراجل يحصل له كده يقول بدل لا هي راحت بيت أبوها زي ما راحت ترجع يعني وكأنه عايز يقول إيه؟ هي لازم تعبر على أنها مريدة للحياة الزوجية معايا مش هي سابت بيتها وراحت بيت أبوها يبقى هي رفض الحياة الزوجية وعشان كده بنصحك ما تسبيش بيت الزوجية وما تحمنيش نفسك مالة تطيقي أنت عنيك واجب إيه هو الواجب؟ رعاية أولادك هو ده الواجب وهو لازم يمتنل ده وهو لازم يقدر ده لكن كمان أخوي يجي وكمان تعملي الكلام ده وانت مش قادرة قولي له أنا مش قادرة واعملي ما تستطيعي من باب حسن العشر لكن لا تترك بيت زوجك ولا في نفس الوقت تحملي نفسك مالة تطيقي لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه أما بقى وانت بتسأليني أنا عندي عندي شعور نفسي وخايفة لو انت فعلا خايفة من النيار وانت فعلا مش قادرة أنا مش عايز أقول لك ده عشان ما تعمليش كده لكن انت فعلا لو انت فعلا أنا جيلك النيار أو فعلا أنا هيحصل لك حاجة ما حدش يقدر يقول لك افضلي في المكان اللي هيحصل لك فيه ده لأن دوت من إلقاء النفس في التهلك لكن نصحتي اعملي زي ما أنا قلت عودي معاه وقالي له أنا مش قادرة ومش هقدر أعمل الكلام ده ودوت مش رفض الحسن العشرة حسن عشرتك لكن أنا فعلا مش قادر وسمعيه الكلام اللي احنا قلناه دوت عشان ايه يبطل يضغط عليك ويراعي ان انت وسيط حضرة النبي فيك حضرة النبي قال استوصوا بالنساء خيرا وما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم يا رب جعلنا على الدوام نحسن لأهلنا ونكون من أهل المحبة وتعالوا احنا في الليالة العشر تعالوا ندعي ربنا سبحانه وتعالى بدعاء نصل به إلى كرمه ونصل إلى فضله ونقول يا من جعلت هذه الليالة العشر ساحة تكرم فيها الفقراء والمساكين بواسع وصلك وخالص تغليات جمالك أسألك أن تكتب اسمي في ديوان المقربين والمحبوبين الذين استفيتهم بأن تسقي قلوبهم شهد محبتك ولذيذ مودتك وأن ترزقني بجودك الحسنة والزيادة فترفع الحجاب عن قلبي فأرى جمال وجهك في كل شيء فأذوب فلا يبقى في فؤادي شيء سواك من فرط الجمال يا رب اجعلنا نذوب من فرط جمال رؤية وجهك الكريم يا رب العالمين ونفضل ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ايدينا في ايديه وهو بيمر بينا في جوانب الحياة وينور لنا حياتنا بسرط مباركة بأسرارها ولما نشوف ده نقول له وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي يا رب على الدوامج معنا بحضرة النبي واجعل كل ليلة من ليالينا ليلة قدر نشرب فيها شهد قربك فنذوب في جمال وصلك يا رب العالمين أكرمنا برؤية وجهك الكريم في ليلتنا هذه واجعلها ليلة قدر يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا جميل يا ودود يا رب العالمين 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 شكرا